هو صعب، هو صعب، و هو أحب فلوريدا، و هو أحب نفسنا، و هو سوف يكون رون دي سانتس الوحش الذي صنعه الرئيس السابق دونالد ترامب وفق وصف الإعلام الأمريكي قد يصارعه على عرينه لامتلاكه الصفات نفسها ممزوجة بالانضباط والابتعاد عن الفضائح رون دي سانتس أكثر ورثة الترامبية إخلاصاً وهو حاكم فلوريدا منذ عام 2019 مرشح للمنصب نفسه مجدداً في نوفمبر المقبل ورغم عدم إفصاحه عن طموحاته السياسية المستقبلية، أي أنه لم يؤكد أو ينفي نية الترشح للرئاسة لكن اسمه أقحم في دائرة المنافسين المحتملين لترامب إذا قرر الأخير خوض صباق الرئاسة بعد عامين على اعتبار أنه يعمل في أزقة السلطة الخلفية التي كانت من اختصاص ترامب ويضع في جعبته نقاط تفوق تتمثل بتكتيكاته الأكثر دقة فهو لا يضرب خصومه بمراكز ضعفهم أو يستخدم صفات تهكمية ووفق الاستطلاعات يشكل ديسانت استهديداً كبيراً للرئيس السابق ويمتلك فرصاً متعددة للوصول إلى البيت الأبيض تتمثل أولاً بصغر سنه وقد سجل تقدماً بنسب ضئيلة على ترامب في ولايات مثل نيوهامبشاير في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024 الحاكم الجمهوري الذي بدأ مسيرته السياسية قبل عشر سنوات بنيله مقعداً بمجلس النواب عرف بسياساته المناهضة للقيود المشددة التي فرضتها جائحة كورونا وكان الأسرع بتنفيذ رغبة ترامب بإعادة فتح الاقتصاد ووقفه مشابهة في الدعم غير المحدود لإسرائيل ورفض الاتفاق مع إيران والتشدد مع الصين دي سانتس قد يكون نسخة محدثة وأقل حدة من الرئيس السابق لكن وفق صحف أمريكية لا ممثل بديل لترامب على مسرح الجمهوريين فأمتعة ترامب وما تشمله من طريقة إثارة أنصاره إلى لا مبالاته تجاه خصومه السياسيين ووسائل الإعلام والارتجال والنرجسية عدة ليس هناك ترامب من دونها